طيب مين اللي بيستفيد من برامج الحمال اجتماعي يا يوسف؟ أنا اللي أجاوب؟ لا مش أنا اللي هجاوب طبعا تعالي أقولك بقى بص يا سيدي نشوف كده المركز الإعلامي يمقدم لنا إيه؟ قالك المخصص للفردة على بطاقة التموين كان 15 جنيه ده في 2014 وخد بالك طبعا هو قبل 2014 كانت فتة يغمة ناس متوفية ناس لا تستحق التموين حاجات زي كده يعني كان 15 أنا مش أقولك بقى الفلترة والتنقية اللي اتعملت كان 15 يا سيدي بقى 50 جنيه في 22 طيب يبقى أنا هنا بتكلم على المخصص للفرد ده الفرد في البطاقة مش يعني من 15 ل50 سلع تموينية أكتر من 3 أضعاف 3 أضعاف و3 من 10 تقريبا طيب الدعم الاستثنائي اللي حصل في سبتمبر 22 بعد الأزمة الكبرى بتاعت الحرب الروسية الأوكرانية واللي قلنا عشان شوف الإخوان من ساعتها وكوش وقالك إيه إلغاء بطاقة التموين من سبتمبر عملي يقولوا الكلام إلغاء الدعم الاستثنائي إنه إنه يا جماعة ده مستمر لحد شهر 6 جدعان لستة 23 شوف بقى اعتبارا من سبتمبر 22 والحد شهر 6 23 أضيفت 100 جنيه للبطاقة اللي بتضم أسرة واحدة 200 جنيه للبطاقة اللي بتشمل أسرتين أو 3 أسر و300 جنيه ده دعم استثنائي مستمر لحد شهر 6 23 يعني لسه 6 شهر كمان للبطاقة اللي عليها أكتر من 3 أسر هو المستفدين كتير آه يا فندم المستفدين من منظومة الخبز على سبيل المثال 71 مليون مستفيد يعني تقريبا 73% من سكان مصر طيب وبطاقة التموين تقريبا 63 مليون مستفيد يعني كده خبز كده تموين 71 مليون مستفيد من الخبز 63 مليون مستفيد من بطاقة التموين فلما تيجي تشوف هنا بقى المضاعفات عاملة ازاي البطاقات التموينية الدعم بتاعها زايد أكتر من 3 أضعف الدعم الاستثنائي نتكلم تحديدا أسف زايد الحد الأدنى للمعاشات أكتر من ضعفين كانت 450 وبقى 910 ده الحد الأدنى من 13 ل 22 طيب الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه في سنة 14 بقى 3000 جنيه في 2022 يعني نتكلم في ده عدالة اجتماعية العيش قدامك والحد الأدنى للأجور قدامك طيب تعالي على اللي بعده صفحة 6 احنا اتكلم طبعا القطاع الصحي تعالي صفحة 6 بص يا سيد مين يا يوسف اللي بيستفيد من برامج الحماية الاجتماعية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية تقولت لنا بشكل عام خبزه بتقلت لك من قلت لك برضه على الدعم الاستثنائي لكن تعال نشوف حزمة حماية اجتماعية اضافية تخفف على المواطن تكلفتها كانت قد ايه 67 مليار و 300 مليون علوات للموظفين زيادات لأصحاب المعاشات زيادات حد الإعفاء من الدرايب بحاول أقلل الضرايب على الفئات الأقل دخلا بقللها قدر الإمكان تحديدا بدي إعفاءات لبعض الناس طيب شوف هنا عندك 50 مليار و 500 مليون تكلفة صرف العلاوة الشهرية الاستثنائية 300 جنيه شهري للعملين بالدولة وأصحاب المعاشات هتقول لي مش كتير أقول لك صح بس احنا عندنا في مصر فيه مسأل لطيف يقول لك النواية بتسند الزير العالم منهار اقتصاديا منهار وأظن انت شفت مظاهرات هناك في انجلترا فرنسا الدنمارك أمري حاجة يعني بالمناسبة أنا عمري منبسط بأنه فيه مظاهرات علشان الناس مش لقيا تاكل ولا لقيا تشرب ولا لقيا تصرف في أي حتة في العالم الإنسانية طبقة هي الإنسانية بس انت عندك دولة بتحاول كل اللي تقدر تعمله علشان تسند معا قدر الإمكان طيب تعالي نشوف هنا مثلا التمانية مليار اللي في الجنب دول احنا قلنا خمسين مليار اللي هم بتوع العلاوة تلتمين جنيه طيب تعالي نشوف كده حد الإعفاء الضريبي أنا عاوز أشيل ضرائب عن بعض الناس فشلت ضرائب بقيمة تمانية مليار جنيه كل سنة عشان أقلل من على الناس حجم العب طيب الخدمات زي الكهرباء برضو الإخوان أحصل حاجة أقول لك زيادة أسعار الكهرباء تقول له يا ولا الدولة واخد قرار مثبتة سعر الكهرباء أهو العام المالي الجاري اللي من 22 ل 23 سعر الكهرباء ثابت طيب تعالي نشوف المساعدات بقى بتاعة الأسر الأكتر احتياجا 3 مليار و 300 مليون حزمة حماية اجتماعية على بطاقات التموين مستحق المين اللي هياخدوا بقى الزيادات دي حوالي 10 ونص مليون أسرة 10 ونص مليون أسرة لحد 36 اللي جاي التكلفة وقفة على الدولة بـ 8 ونص مليار طيب أنا زودت كام أسرة على معاش تكافل وكرامة مليون ونص طيب أنا عايز أقدم مساعدات وتوزيع سلع غزائية ومواد تموينية مجانية للناس قدر الإمكان حلو قدر الإمكان في بعضها بعملوا بسعر التكلفة وفي بعضها بقدموا بأقل من نص سعر التكلفة حتى طيب أنا عملت قد دي وزعت 2 مليون كارتونة شهري بأقل من 50% من سعر التكلفة على الناس شهري يعني تقريبا 24 مليون كارتونة وصلت لبيوت أهلينا وخلق الله تعالى نروح لصفحة 7